إسرائيل وحلفاء شايفين أنه قتل السنوار حيعجل بتصفية حماس واللي بقي هو التفاوض على وضع لبنان كيف تغير المشهد بلبنان وغزة كان السنوار مفاوض عنيد رفض صفقة التبادل إذا ما بتنهي الحرب وإسرائيل بدأ الصفقة بس بدأ كمان تضلم سيطرة على غزة بعد قتل السنوار بيّن تفاقل إسرائيل بتحقيق هدفه أولاً تفق نتنياهو بايدن مبارح أنه الحدث فرصة لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب بحسب الشروط الإسرائيلية وإنهاء حكم حماس بالإيام اللي جاي حيكونوا على اتصال مباشر للبحث بتحقيق هالهدف تانياً رئيس الموساد لمتولي مباشرة ملف الرهائن دغر بلش التحضير لجولة التفاوض الجاي لأن العقب الأساسي راحت مثل ما قال تالتاً مستشار الأمن القوم الأمريكي جاك سوليفين أعلن أنه بلش شغل لتحقيق هالهدف بالسرعة القصوى وتحركت الاتصالات الأمريكية بالسعودية وقطر فوراً أما بخصوص لبنان إجا تفعيل المفاوضات من الرئيس الفرنسي رجع ماكرون يضغط على إسرائيل لوقف الحرب بس مع اتهام إيران بأن عرضت اللبنانيين للخطر لتحمي حاله فرنسا بدأ تحمل مصالح لبنان تحت حكم الممانعة بلبنان ولتقبل إسرائيل بإنهاء الحرب عم تضغط فرنسا على إيران لتقديم تنازلات بالترتيبات الأمنية جنوب الليطاني فهمت إيران الرسالة وقابلتها بتصريح رئيس برلمانة محمد قليباف لأبدل استعداد للتفاوض مع بريز عوقف اطلاق النار وتنفيذ 1701 مصالح الدولتاني بلبنان بتوحي أنه هالمصار التفاوضة هيكون الأكتر نشاطا بخصوص لبنان بالفترة اللي جاي